ومن رمالله ينضم إلينا أشرف عقا عضو المكتب السياسي لجبهة النضال الشعبي سيد أشرف يعني إلى أي مدى يمكن التعويل على هذا الاجتماع في تحقيق حلم وحدة الصف الفلسطيني؟ يعني الاجتماع من الناحية السياسية قد حقق أغراضه أنا بتقديري والاجتماع يسر سالة للعالم إلى إسرائيل إلى الإقليم أن الشعب الفلسطيني يجري شكلا من أشكال الحوار المعمق بين مختلف مكونات الحالة الفلسطينية ولكن كذلك قد يخرج بيان ختامي عن هذا الاجتماع يؤكد على العديد من المبادئ ما فيها الشرعية الدولية ومنظمة التحرير المثل الشرعي والوحيد وعلى بلورة آلية للقاء والاجتماع والتباحث والتنسيق في الفترة المقبلة وكما يقال أن هناك سيعتبر هذا الاجتماع انعقاد دائم وهناك لجنة ستنبثل تبحث تفاصيل العملية ولكن هنا السؤال المركزي حتى هذه اللحظة ما أقرأ وأشاهد هناك تباين بالرؤى وبالأدوات في طريقة التعامل مع هذا الاحتلال هناك رؤية ما زالت متمسكة بالشرعية الدولية وبالقانون الدولي والمقاومة السلمية الشعبية وهناك من يطرح بضرورة عمل مراجعة سياسية فلسطينية شاملة لكل المرحلة السابقة بأدواتها ولغتها وهذا عمليا ما يفتح النقاش واسعا هل نستطيع الاتفاق على حد أدنى؟ البيان سيجيب بالمعنى السياسي والإعلامي ولكن أنا بتقديري لفترة زمنية مؤقتة نحتاج إلى توظيف كل الحالة الفلسطينية في مواجهة تلك التحديات والاتفاق على كل القضايا أنا بتقديري الاجتماع بالشق الأول بما له علاقة بالمصالحة الفلسطينية يفتح الطريق أمام شكل من أشكال الحوارات حول الملفات المختلفة والقضايا المطروحة عمليا على أجندة كل مراحل الحوار والمتفق عليها ولكن تحتاج إلى روزنامة ودعينا أقول هل ستستطيع اللجنة خلال أيام القليلة القادمة والأسابيع القادمة أن تهيئ الحالة الفلسطينية لحكومة وحدة وطنية أو حكومة وفاق وطني التتفق على أجندة موحدة في المقاومة الشعبية الفلسطينية الشاملة ونحن في جبهة النضال ندعو إلى توسيع هذه المقاومة الشعبية لتكون شاملة في كل الأراضي الفلسطينية المحتلة هذا ما يستطيع أن يحدد الإطار العام الناظم للفعل الميداني بما يؤثر له فعلا سياسيا تستطيع القيادة الفلسطينية والفصائل عمليا استثماره سياسيا في المحافل الدولية ولكن أنا بتقديري كذلك قد يكون هناك حراك سياسي إقليم ما يطالب القيادة الفلسطينية بفترة زمنية لتهيئة الحالة الفلسطينية في إطار ما لوعد سياسي ما قد يتحقق وبالتالي الرئيس أنا بتقديري والقيادة في هذا الاجتماع تطالب الفصائل بالحد الأدنى من التنسيق العالي والمشترك للانتظار لفترة زمنية وبالتالي علينا كذلك فلسطينيين أن ننتظر العالم والوعود الدولية كثيرا والسقف الزمني لنا فلسطينيين ينجب أن يتحدد بأقصى حد مع نهاية العام طيب يعني عزام الأحمد في تصريحات تبعناها منذ قليل تحدث أن هذا الاجتماع سيكون في حالة انعقاد دائم هل هذه الديمومة في الانعقاد هي كافية لتليين بعض المواقف الفصائل؟ نأمل ذلك وأعتقد ذلك على اعتبار أن هناك انقطاع في التواصل بين الفصائل هناك اختلافات متباينة هناك عدم وجود لحركة حماس في اجتماعات الأشنة التنفيذية للمظلمة التحرير وهناك فصائل تقاطع أنا بتقديري هذه الألية نعم ستفضي بالضرورة إلى نقاشات سياسية وطنية معمقة إلى نقاشات اقتصادية اجتماعية هناك مجموعة من التحديات وهناك نقاط يتم الاتفاق عليها وهناك تقاطعات كبيرة في الحالة الفلسطينية نستطيع أن نشتق معادلة فيها شكل من أشكال التوافق إذا ما استمرت هذه الاجتماعات وإذا ما وضع لها جداول زمنية نعم تستطيع أن تنجز في الكثير من القضايا والملفات بالحد الأدنى يكون هناك تنسيك حتى على المستوى السياسي طيب يعني لماذا برأيك بعض الفصائل تغيبت دون إبداء أسباب أو تحفظات أو مطالب حتى يتم حل هذه التحفظات أو تنفيذ هذه المطالب حتى يتحقق الحل يعني في هناك من لا يعول على هذه اللقاءات لأنه أنا بتقديري هناك من يستعجل على ضرورة أن يكون في هناك قرارات وطنية فلسطينية دراماتيكية وهي مراجعة المرحلة السياسية السابقة بأدواتها ولغتها ومرتكزاتها وبالتالي قد تعتقد حركة الجهاد الإسلامي أن كل ما يجري عمليا دون وضع الحالة الفلسطينية في مواجهة شاملة مع الاحتلال لن يعني تؤدي بالضرورة إلى نتائج وطنية كلية وهذا حقهم بالنقاش وإضافة لذلك هناك اعتراض على موضوع التقالات السياسية لدى حركة الجهاد والفصائل القريبة منها كالصاعقة وغيرها وهذا يعني له علاقة بالمواقف وبالأولويات وبالاستعجال عمليا بضرورة يعني أن نكون موحدين في مواجهة الاحتلال بكل أشكال النضال وهذا عمليا ما زال مثار جدل وخلاف فأنا بتقديري الكل يقف عند حدود ما يريد الرئيس واضح تماما أنه يؤمن بالشرعية الدولية والمقاومة الشعبية السلمية وبتلك الأدوات التي ترفع من شأن فلسطين في المحافل الدولية وهناك فصائل يعني تريد أن تشتق مسارات نضالية مختلفة حتى هذه القضية وأشكال النضال وقرار الحرب والسلام يعني حتى هذه اللحظة لم يتم حسمه ونتمنى أن يتم حسمه باللقاءات يعني والليجيان المنبثقة عن هذا اللقاء ألا من وجهة نظري التاريخي والهم إذن أشرف عكا عضو المكتب السياسي لجبهة النضال الشعبي شكرا جزيلا لك شكرا جزيلا لك